أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ غبك من بني أدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بغبكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غفلين أو تقولوا إنما أشغك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغبين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدين ومن يظلم أولئك هم الخسرون ولقد ذوأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبشرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسن فادعوه بها وذعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأولي لهم إن كيدي متين أولم يتحكروا ما بصاحبهم من جن إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات بل أرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون أن يكون قد اغترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يظل الله فلا هدي لا ويذره في تغيينهم يعلمون يسألونك عن الساعة أين مرصيها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقولت في السماوات بالأرض لا تأتيكم إلا بوته يسألونك كأنك حفيد عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ظن إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لطوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتيهما صالحا جعلانه شركاء فيما آتيهما فتعى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْنُقُوا شِيئًا وَهُمْ مُفْلَقُونَ وَلَا يَسْتَقِعُونَ لَهُمْ نُصْقًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُقُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدِي لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءُمْ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَمِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَنْفَادُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبُطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُلٌ يُبُصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَنٌ يَيْسْمَعُونَ بِهَا قُلُوا دُعُوا شُغَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إن بلدي الله الذي نزل الكتاب وهو يتول الصالحين والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدي لا يسمعوا وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزل فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخبانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحي إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعونه وأنصطوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تغرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدوف بل أعصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته بيسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله بالرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله برسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما غزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم دوجاكم عند ربهم ومفغكم ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته بيقطع عذاب غرك في دين ليحق الحق بيبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا مشريلا فلتقم إن به قلوبكم وما النص إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم